ثماني غارات للاحتلال على مدن وبلدات في الضفة الغربية في أقل من ثلاثة أسابيع آخرها هي غارة شنها لاحتلال فجر اليوم على مخيم بلاطا شرقية نابلس أودت بحياة فلسطينيين اثنين وجرحت أربعة آخرين بينهم طفلة وسيدة منذ الثامن والعشرين من تموز الماضي حتى اليوم ثماني غارات نفذتها طائرات إسرائيلية مسيرة في أربع محافظات في شمال الضفة الغربية بواقع اثنتان في جنين ومثلهما في طوباص ومثلهما في طول كرم ومثلهما هنا في مخيم بلاطا إلى الشرق من مدينة نابلس الغارة الأخيرة نفذتها طائرة إسرائيلية مسيرة بينما كان مقاومون فلسطينيون يتصدون لاقتحام تنفذه قوات الاحتلال في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس لحماية المستوطنين الذين كانوا يقتحمون مقام يوسف لأداء صلوات تلمودية بالتزامن مع ما يسمونه بعيد خراب الهيكل الغارة المسيرة أو الغارة التي نفذتها الطائرة المسيرة استهدفت الشهيدان أحمد الشيخ خليل الذي ارتقى في هذا الموقع في هذا الزقاق أصيب بشضايا صاروخ الطائرة المسيرة التي تناثرت في محيط الشارع الرئيسي من مخيم بلاطا في الزقاق المقابل كان الشهيد وائل مشه ارتقى أيضا متأثرا بإصابته الخطيرة بشضايا صاروخ الطائرة المسيرة أحدى الشهيدين قامت قوات الاحتلال باحتجازه بينما هو مصاب بجروح خطيرة داخل مركبة إسعاف ومنعتها من الخروج من المخيم للوصول إلى مستشفى رفيدي الحكومي غرب المدينة وبسبب حالته الخطيرة ارتقى ومن ثم سمح لمركبة الإسعاف بنقله إلى المستشفى في هذه الأثناء يستعد المخيم على وقع إضراب أغلقت بفعله المحالة تجارية أبوابها لتشيع جثماني الشهيدين إلى مثواهما الأخير الغارات الثمانية في شمال الضفة الغربية تؤشر وتدلل على مدى استخدام سلاح جو الاحتلال للضوء الأخضر الذي منحه إياهم يو أفغلنت وزير الدفاع الإسرائيلي لاستهداف المقاومين الفلسطينيين من الجو خلال الأسابيع الماضية عدد الشهداء في الضفة الغربية يرتفع نتيجة لارتفاع وطيرة الاستهداف عبر الطائرات المسيرة ونتيجة لارتفاع وطيرة اقتحامات المناطق الفلسطينية هذه الاقتحامات التي تطال كل محافظات الضفة الغربية لكنها تتركز بشكل واضح في مناطق شمالها والحديث يدور دوما عن جنين طولكرم طوباص قلقيلية وهنا في نابلس من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس المحتلة حافظ أبو صبره رؤيا